ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ؟ حضراتكم. آآ الجزء اللي فات ده من الفيديو بيتكلم عن آآ كيفية انتقال الفيروس. الاول هو شرح الفيروس بتكون من ايه? بيكون من غلاف خارجي. والجزء الداخلي من الفيروس هو الار اني بتاعه. او الحمض النووي بتاعه. ببساطة كده يعني. طيب. الفيروس ده بيتنيل ازاي? بيتنيل عن طريق العطس او السعيل. او ملمسة سطح آآ بيكون عليه الفيروس. وبعد كده احنا بنلمس جزء من الجهاز التلفز سواء الفم او الانف. طيب. الارزاز اللي بيطلع دوت بيكون محمل بالفيروس. الفيروس ده لما بيخش الجسم بيصيب الخلايا السليمة في الجهاز التلفزي بتاعنا. وبالتالي لما يخش جوه الخلية بيبتدي يتكاثر داخل الخلية ويكون فيروسات تيتي تخرج من الخلية دي على كبير جدا من الفيروسات. بتهاجم خلايا تاني. وهكذا لحد ما يتكاثر الفيروس داخل الجسم ويسبب الاعراض اللي بيعملها. نكمل الفيروس. تسمي يمكن ملتخبات الهوء المنينية يمكن تسمية اليوم المنظمة يمكن ذلك طبعات الهوثية من النجاية سمع معلزة الطعام شخص السماعة الشيخية كتب روح ايضاً مجزوجها الهوث المنظمة تفوض بشكل المنظمة ولكون أيدي ضمياني من فترة الهوثية والسجن المنظمة كل محدثية ولهم أن تكن من المنظمة جميع الهوث تكون بالتصغل إلى عقبار بشكل المنظمة ثم يبدأ الجديد في الطاقة تخرج إلى الجنة الأمر بالتعالج في الجديد والزيادة إستطاري في الجنة سيطير محتى حذر كما منظر؟ لمسأل تطور في هذه المتحدة يكون المجد للغاية المحتاخة أدلت منطقات الزمن زيادة كثيرة تنظر في تفكير تحكم في سنحة يا تحكم ثم ترسل مستفق لزيادة كبنج ثم كبنج 얘기를 بكي ثم، نشجنًا ملعنى بساخته بالنوقع. upcoming اوراويات類 Kyliellis Minh Reوسimento أسر PAX v głجل العmbuds من الخروط المتحدة أناس نشجح سيانن بساخته ملاحظ فضو دول ease الدولة تقاربنين بساختهة الفغف الأصغرية جزن هم من جزن السيتةfähة بالنوقع فريقة لا تنسلب 오� gadgets فريقا إلي ثم قوليا أصبود بادر... فُخريritis تقونك من رهب الع abs Linda واقم من الجزن رئakinية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فلو حصل أي دفكت فيها أو امتلأت مثلا بسكريشنز أو بسوين هتفقد الخاصية بتاعتها وبتالي بتسبب المرض الوزن الجاي من الفيديو ده هيشرح إزاي إزاي الفيروس لما بيخش الجسم وخصوصا لو منعته ضعيفة إزاي يصيب الجسم بالمرض أنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكنك تحويل عاليبو للمزاكة ومع شيء محيط لكي تزيد من أجل المضح يمكنك تدفع الابة الممومنية تأثريًا بديو بكات من الأجل من الجلد أو تكتطيش محيطة أن تخصبر بيضايا الممومنية segunda في الجلد يمكنك تحويل الإسلامية يجب أن يلوم بمشكلة يشعر المنطقة يجب أن تغذر أمان بشيئ يموتان يجب أن يأثن من عجل المشاركة يؤمنون أن ينتقد خلوه ترجمة نانسي قنع من الفيديو ده بيتكلم ازاي الفيروس لما بيخش الجسم بيسبب التهاب رئوي. الفيروس لما بيخش الجسم ما بيكونش لسه الجسم بتعرف عليه اول مرة. فما فيش مناعة ضده. فلسه هو بتعرف عليه. فلما بيخش باول حاجة بيهاجمها بيهاجم الجهاز التنفسي. بيهاجم الرئة طبعا الاساسي وبيهاجم الحالة طبعا. بس الاساسة عندنا الرئة. آآ فبيهاجم الحوايصات الهوائية بتلتهب. لما بتلتهب بتفرز جواها سوائل. لما بتفرز السوائل بتمتلق بالسوائل وبالتالي مفيش الهوى اللي داخل مش عارف يخش مش مش مفيش اه تبادل الغازات الاكسجين والكربون دايكسايد. مفيش هوا داخل الرئة. وبالتالي بيحصل التهاب رئة. التهاب رئة وده من اعراضه الكحة وضيقف التنفس. اه الحرارة العالية بتبقى اكتر من ثمانية وتهتين درجة. اه رعشة في الجسم. قلم في العضوات كل دي. من اثر مقاومة الجسم الفيروس والجسم والفيروس قاعد بيهاجم الجسم. طيب الاعراض دي بتعتمد على ايه? فيه ناس بيجي لها اعراض قوية. فيه ناس بيجي لها اعراض خفيفة. فيه ناس ما بيجي لها اعراض خالصة. اولا بتعتمد على كمية الفيروس اللي داخلت الجسم. ثانيا وهو ده الاهم اللي مقاومة الجسم عاملها ازاي? فبالتالي الاعراض دي بتعتمد على عوامل معينة. اهمها سن المريض. كل ما زاد سن المريض فوق الخمسين اه اه ترجمة نانسي قنقر The other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in five years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video... The part of the video is talking about the treatment and how the treatment is actually used. Or how they do the treatment. This treatment is simply related to a virus that is not a virus. The virus is not a virus that is not a virus. It is a virus that is not a virus that is in the body to protect the immune system and protect the immune system. It has been happening after that age. How will it happen? If it happens when it happens on that virus, and it happens after waiting for the virus, Or that once it falls against this virus, The antibiotics will be in contact with the virus that is ratheratively linked. Thus, it will not happen, it'll happen. So next becomes the operation. Of this, that is the virus that happens after a humanion and others will call it. When we're going in the moment at this video, it will practice this one. We'll wait to do this as soon as time. We'll continue to take part in the peace Online and 몰�aming this video, We'll take part in our nextаюservice legislation. ورحلة المتعامل خلال التطعيم هيعمل إيه في الأول طيب النهاردة الموضوع الرئيسي بتاعنا عن التطعيم ضد فيروس أو ضد فيروس كوفيد-19 هنتكلم عن المراحل والفوائل بتاعت التطعيم ومدى سلامت التطعيم أول حاجة رحلة المتعامل للتطعيم فيه تلات حاجات هنتكلم فيها تلات نقاط رئاسية أول حاجة معلومات المفروض نعرفها قبل التطعيم معلومات أثناء التطعيم ومعلومات بعد التطعيم طيب إيه الحاجات اللي مفروض نعرفها قبل التطعيم؟ خمس حاجات مفروض نعرفها قبل ما ناخد التطعيم طيب عايزين نعرف إزاي اللقاح ده بيشتغل علشان نبقى نرايحين مقتنعين وإحنا رايحين ناخد التطعيم ما نبقاش رايحين كده لازم نكون عارفين اللقاحة بتشتغل ازاي تاني حاجة ليه مفروضة ناخد اللقاح تالت حاجة مين هي المجموعات المستهدفة مين هي المجموعات المستبعدة وبعد كده هنشوف سلامة اللقاح وكفاته طيب دي الحاجات اللي أنا اتطرق إليها قبل التطعيم معلومات أثناء التطعيم ايه يا الحاجات اللي المفروض أنا لما يجي أروح أخد التطعيم أخبر بيها الممرضة أو التقم الطبي اللي هيديني التطعيم المفروضة أسأله برضو وأنا باخد التطعيم هل التطعيم له مدى الحياة ولا التطعيم ده المودي تقدي إيه يعني هاخده مرة واحدة في حياتي ولا المودي تقدي إيه طيب تالت حاجة وديه الأخيرة نتكلم فيها نتكلم حاجات بعد التطعيم إيه اللي بتوقعه ان هو يحصل بعد التطعيم من فيروس كوفيد-19 إيه الأثار الجانبية اللي هتحصل اللي ممكن تحصل اللي ممكن ما تحصلش طبعا طيب إيه هعمل إيه لو زرت علي أي من هذه الأعراض الجانبية أول حاجة قبل التطعيم قبل ما أاخد اللقاح السؤال اللي كلنا عايزين نعرفه كيف تعمل اللقاحات اللقاحات عمتا بتحفز وتتدرب الجهاز المناعي في الجسم عشان يكون أجسام مضادة لمحاربة الفيروسات ومنها الفيروس المسبب لكوفيد-19 طيب ليه المفروض أن أاخد اللقاح لأن اللقاحات حاليا هي الطريقة الأفضل والأمثل والأكثر أمانا والأكثر فعالية للسيطرة على جائحة فيروس كوفيد-19 تاني حاجة أن التطعيم ده سيوقف انتشار الفيروس ويحميك أنت ومجتمعك من هي المجموعات المستهدفة بقى اللي مفروض تاخد التطعيم التطعيم يفضل أن يعطى لأكبر نسبة من المجتمع من أجل تحقيق المناعة الكافية اللازمة لمعه انتشار الفيروس في حاجة اسمها مناعة الخطيع مناعة الخطيع ده معناها إيه؟ معناها أن أنا بدي التطعيم لأكبر نسبة من السكان في الدول كلها وده عشان يعمل مناعة لأكبر عدد من السكان وبالتالي هيقطع حلقة المفرغة اللي بيمشي فيها الفيروس في الانتقال من شخص آخر يعني أنا هقضي على الفيروس تماماً لو أخدت التطعيم طيب دي حصلت قبل كده طبعاً كان فيه فيروسات منتشرة زي ما ما عادتش منتشرة دلوقتي زي مثلاً الحصبة زي الحصبة والحصبة الألماني والجديري الحاجات دي كلها كانت منتشرة دلوقتي ما عادتش منتشرة بسبب التطعيم لكن كان زي ما كنا منشوفها كتير دلوقتي نادل لما منشوفها طيب دي حبيت أنا أوضحها لحضراتكم إحنا ليه مفروض كل الناس اللي تقدر تاخد التطعيم تاخد التطعيم ثاني حاجة تعطى الأولوية لأشخاص الأكثر عرضة لإصابة أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابات بمضاعفات خطيرة من العدو ثم إلى شرائح المجتمع المتبقي من هم المستبعدين من اللقاح اللي ما ينفعش ياخدوا اللقاح أول حاجة نساء الحوامل ثاني حاجة الأشخاص المصابون ببعض أمراض نقص المناعة بعض الأمراض نقص المناعة ما ينفعش ياخد التطعيم مش كلها ثاني حاجة الأشخاص اللي جالهم حساسية من اللقاح قبل كده يعني خذ مثلا تطعيم قبل كده جاله حساسية أو عنده حساسية من أي مكون آخر أو من أي مكون من مكونات اللقاح ده ما ينفعش ياخدوا التطعيم الأطفال تحت 16 سنة طبعا ما ينفعش ياخدوا التطعيم طيب ما مدى سلمت اللقاح هل اللقاح ده آمن؟ وهل اللقاح ده فعلا بحق كفاءة عالية طيب الإجابة أن كل اللقاحات الموجودة حاليا في الدولة بتغضع الاختبارات الكافية وتمر بعدة مراحل بما في ذلك المرحلة السرية لها المرحلة الأخيرة من الاختبار قبل الموافق على استخدامه عشان جدا اللقاح أمن تماما وفي الإمارات العربية المتحدة يتم اختيار جميع اللقاحات المتاحة بناء على معايير علمية للسلامة والكفاءة طيب عايزة عرف بقى أنواع اللقاحات الموجودة وعدد جرعاتها الدايه والفصل الزمني بين كل جرعة والتاني موجود هنا في الإمارات فيه تات أنواع من اللقاح فيه لقاح فيزر فيه لقاح سينوفورم وفيه الأكسفورد الأسترازينا كده لسه نازل جديد اللقاح فيزر بيقبارها عن مسنجر RNA بياخدوا جزء من RNA وبيعملوا باللقاح يعني طيب ده بيتخذ عند كم سنة بيتخذ عند سنة 16 سنة عبارة عن كان جرعة عبارة عن جرعتين بتتخذ فعضة الزراعة طيب المسافة الزمنية بين الجرعة الأولى والجرعة التانية هي 21 يوم ده من النسبة للقاح فيزر أما القاح سينوفورم ده عبارة عن فيروس غير ناشط بيتخذ برضو عند سنة 16 سنة فيما فوق عبارة عن جرعتين الفترة الزمنية بين الجرعتين من 21 ل28 يوم طيب اللقاح الأكسفورد اللي هو لسه نازل جديد الأسترازينيكا ده عبارة عن فيروف فيكتور ناقل فيروسي ده بيتخذ عن 18 سنة فيما فوق وعدد جرعاته برضو جرعتين تاخد في عدرة الزراع والفرق زمي بين الجرعتين 10 أسالية طيب الحاجات اللي المفروض عرفها أو عملها أثناء عملية التطعيم طيب طيب في حاجات مهمة يجب على المتعابل أو اللي رايح ياخد التطعيم أنه هو يخبر بها مقدم الرعاة الصحية اللي هيديله التطعيم قبل أخذ اللقاح إيه الحاجات دي؟ أول حاجة لو كانت المرأة حامل ولا لأ تاني حاجة وجود أي أعراض مرضية يعني لو عنده حم ما ينفعش يروح ياخد التطعيم لو عنده أي عرض مرضي ما ينفعش ياخد التطعيم أو بيخبر الأول التقم الطبي قبل ما ياخد التطعيم طيب التاريخ الطبي هل هو عنده أمراض قبل كده ولا لأ؟ أو هو عنده أمراض حاليا مزمنة ولا لأ؟ زي مرض السكري أمراض القلب والأوعيات الدموية وغيرها من الأمراض طيب رابع حاجة لو كان حصل له قبل كده رد فعل تحسسي تجاه أي طعام أو دواء أو مادة لقاح يعني لو عندي حساسية من أي دواء لازم بخبر بها اللي بدين التطعيم عندي حساسية من أي طعام جالي حساسية من أي لقاح قبل كده أو عندي حساسية من أي مكومة من كونات اللقاح لازم بخبر بها مقدم الرعاية الصحية اللي بدين التطعيم أو تناولت حوال الأدرانيالين حوال الأدرانيالين دي اللي بتعطى في حال الحساسية الشديدة طيب لو كنت تعاني من ضعف المناع أو مناد نقص المناع الحاجات دي لازم بخبر بها اللي بيقدم الرعاية الصحية قبل ما ياخد التطعيم طيب اللقاح ده مدته قد إيه؟ وباخده كم مرة طيب الدراسات لسه الحد الآن جارية في مدى فعالية اللقاح ده إنه هو بيستمر لمدة قد إيه؟ لأنه هو طبعا لسه جديد بس الأرجح إنه هو بيوفر مناعة تصل لمدة عام من أخذ اللقاح وطبعا الملاحظات والاختبارات المستمرة هتورينا بعد كده المزيد عن فعالية كلينه إن شاء الله طيب إيه الحاجات اللي مفهودة عرفها بعد ما ياخد التطعيم؟ طيب ما الذي يمكن توقعه بعد التطعيم؟ من الطبيعة أن تعاني من أعراض جانبية طفيفة خلال الأسبوع الأول بعد التطعيم يعني بعد ما ياخد التطعيم في الأسبوع الأول ده والد إنه يحصل مضاعفات خفيفة وده بتحصل في أي نوع من التطعيم ليس بس في التطعيم ضد الكورونا فيروس لا بتحصل لو حد ياخد أي تطعيم حتى الأطفال الصغيرين من ديوم التطعيم بنعرفهم إن بعد التطعيم ممكن يحصل أعراض جانبية زي مثلا التهاب مكان الحقنة ممكن تحصل حرارة أو ممكن يحصل رعشة الحاجات اللي هي الوردة بعد أي تطعيم طيب إحنا نقول السبب دلوقتي إن السبب من الجهاز المناعي بيتعرف على طريقة مهاجمة الفيروس وبالتالي هيقوم الجسم بتكوين الأجسام المضادة للفيروس طيب إيه الأثار الجانبية اللي ممكن تحصل بعد التطعيم ممكن يحصل ألم في المفاصل ممكن يحصل ألم متورم في مكان الحقن ممكن يحصل ارتفاع في درجة حرارة الجسم صداع ألم في العضلات ارتجاب في الجسم قيئة أو إسهال كل الحاجات دي وردة بعد التطعيم ومش مقلقة خالص هعمل إيه لو ظهرت أي أثار جانبية عليها هعمل إيه في البداية لو مكان الحقن فيه ورم أو ألم بحط بس كمدات بردة مكان الحق ودي بتروح مثلا تاخد يوم أو يومين بتروح رطب طب لو فيه أثار تانية بسيطة زي الألم في العضلات زي الحرارة زي الرعشة ممكن ناخد مساكنات بسيطة زي بارسيتامول اللي هو البناتول اللي بناخده العادي ده طب لو الأعراض دي ما تحسنتش هعمل إيه هتتصل بمركز الاتصال بوزارة الصحة على رقم 805 واحد الاستشارة عن بعد مع طبيب وهبلكم الأعراض اللي موجودة عندي وهم يقدروا قيوم الأعراض دي هل الأعراض دي طبيعية والأعراض دي مبالغ فيها محتاجة مثلا زيارة طبيب بقى ومزارات المستشفى طب لو ما تحسنتش الأعراض بعد ما اتصلت واخدت الأدوية مثلا اللي قالوا عليها هاتطر الأروح هيادة خارجية عشان أكشف فيها أشوف إيه السبب في أن التطعيم عمل مضافات كده في حاجة مهمة جدا ودي بنقولها في كل التطعيمات مش بس في التطعيم الكوفيد 19 ودي هي الحساسية الشديدة للتطعيم بيحصل إيه لو حد خد التطعيم وهو عنده حساسية شديدة من التطعيم ده لما هيحس ضيق في التنفس تورم في الواجهة أو الشفتين أو أي تورم مفاجئ آخر في الجسم طيب في الحالة دي هعمل إيه لازم أتوجه لأقرب مستشفى واخش قصن الطوارق فورا إيه الحاجات المفهودة أنتبه لها بعد اللقاح نصائح عامة بعد اللقاح أول حاجة الانتباه لأي أعراض جانبية قد تطرق عليك يعني أنا برائب نفسي بشوف هل في حرارة هل في مغس هل في صداع هل في ألم في العضوات حاجات دي لازم أنا برائب نفسي بحيث أن أنا ألحقها بسرعة تاني حاجة التزيل بالتعليمات اللي زرها الطبيب يعني المقدمة الأعائة الصحية أو الطبيب بتاعك المعالج لازم بتسمع التعليمات الألاها لك وتتبحها يعني بحرص ثالث حاجة موعد التطعيم الثاني أو الجرعة التانية من التطعيم لازم منساش أبدا لأن اللقاح مش هيكون فعال غير لو أنا أخذت الجرعة التانية في معدى يبقى أنا أتأكد من عدم تخطي أو تأخير موعد الجرعة التانية من التطعيم حتى يكون اللقاح فعال ويوفر الحماية اللازمة طيب انا مجمعها اسئلة. الاسئلة اللي تكرر الكتير والاسئلة اللي الناس بتسأل عليها كتير جدا. فانا مجمعها لكم وان شاء الله هتجاوب على كل الاسئلة اللي بتدور في زين حضراتكو دلوقتي. طيب. اول سؤال. هل يمكن تطعيم من سبق الله الاصابة بفيروس كوفيد ناينتين? يعني انا في حد مسلا تصاب بفيروس كوفيد ناينتين. هل ياخد تطعيم ولا هو كده خلاص عمل مناعة? لا بياخدوا التطعيم عادي. طيب ياخدوا امتى? بياخدوا. لو لو الشخص ده الفيروس كان جايله او الاصابة كان جايله باعراض خفيفة. او ما فيش اعراض بياخدوا بعد انتهاء مدة العصر العطور اللي هي عشرتية. طب لو كانت العدوة اه زات الاعراض التي تتطلب دخول المستشفى. يعني اعراض شديدة. جالوا التهاب رئوي مثلا. اه جالوا تكسير في الجسم جامد. جالوا اه دخل اتحجز في المستشفى. خد اكسوجين. حاجات دي لازم استشير الطبيب المعالج للحصول على افضل فترة زمنية قبل اخذ اللقاح. لازم الجسم يكون تعافى تماما اه من من الفيروس قبل ما اخذ اللقاح. طيب. امتى باجل لقاح ثلاث شهور? باجل لقاح ثلاث شهور في حالة ان حد اتصاب بالفيروس وتعالج بالاجسام المضادة او البلازمة. دي الحالة الوحيدة اللي باجل فيها اللقاح ثلاث شهور. غير كده هو لا اما بيتاخد بعد عشر تيان. لا اما بيتاخد بعد تمام الشفاء لو كانت الاعراض شديدة. طيب. السؤال التاني. هل يتم اعطاء اللقاح لاشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات النزيف او التخصر. يعني واحد عنده مثلا نزيف. اه اللي هي يعني فيه ناس في مسلا مكان حقا لو تخبط بيجيله كدمة كدمات مسلا في جسمه. هل ده بياخدوا اللقاح او بياخدوا اللقاح? هي الحاجة الوحيدة اللي بنخفف منها ان هو يحصل بس كدمة مكان اللحونة او نزيف مكان الحونة. علشان كده هو بس بيختر مقدم مرعاة الصحية او ممرضة اللي بتجيله اللقاح انه هو عنده آآ نزيف. وبالتالي بتاخد حذرة هي بتجيله التطعيم. طيب. من المفضل طبعا ان يستشير المرضى المصابون باي حالة مزمنها الطبيب من معالج قبل اخذ اللقاح. اي حد عنده مرض مزمن بيتعالج بقاله فترة منه. وبياخد ادوية ليه لازم قبل ما اروح اخد اللقاح بكون مستشير الطبيب ومديني ريبورت بروح به باخد التطعيم. لو انا اوكي خلاص موافق ان انا اخد التطعيم. طيب. السؤال التالت. هل يعطى التطعيم لافراد المصابين باي مرض شديد او ارتفاع في درجة الحرارة فوق الثمانية وتلاتين الدرجة? لا طبعا ما ينفعش. واحنا قلناها قبل كده ان ما ينفعش حد يكون عنده اعراض مرضية ويروح ياخد اللقاح. لازم يكون شافي تماما وعندوش اي اعراض تماما عشان يقدر يروح ياخد اللقاح. يعني ينصح بتعجيل التطعيم ضد فيروس كوبد ناينتين حتى تستقر الحالة الصحية. سؤال الرابعة. النتيجة البيسي ار. هل بتتأثر بالتطعيم? لأ. لان في ناس كتير جدا بعد ما خدت التطعيم ظهرت النتيجة بتاعتها ايجابية. ده طبعا ما لوش دعوا باللقاح. هو فيه الغالب يكون خد اصلا الفيروس. فنتيجة البيسي ار هتطلع بوستف بعد التطعيم? لأ طبعا ما لهاش اي علاقة خالص بالنتيجة البيسي ار. طيب. سؤال الخامس. اه ازا توفر اكثر من نوع من اللقاح. فهل يمكن المتعامل من اختيار نوع اللقاح اللي هاخده? يعني انا الوقتي عرفت مسلا ان دبي فيها فايزر وفيها سينوفارمو فيها الاستروازيني. كيفية تلاتة انا اقدر احدد نوع اللقاح اللي انا هاخده? والله هو نوع اللقاح اللي بياخده المتعامل. بيعتمد على اللقاحات المتوفرة ووقت التطعيم. يعني فيه اللقاحات هتبقى متوفرة مسلا في الوقت ده. ولقاحات تانية مش متوفرة. فالمتعامل اول اللي عايز روح يطعم بروح ياخد التطعيم. هو في ساعة اهم يقول له انت هتاخد تطعيم كزي. لان كل التطعيمات كفائتها تعتبر واحدة. مفيش حق. مفيش لقاح مسلا مميز عن التانية في حاجة او كده. لا. كل التطعيمات كفائتها تقريبا واحدة. فيعتمد نوع اللقاح الذي سياخذه المتعامل على اللقاحات المتوفرة ووقت التطعيم. وسيتم اعلام المتعامل بنوع اللقاح في معادة التطعيم. طيب. السؤال السالس. طيب. اذا كنت بحاجة لاخذ تطعيم اخر. ليس له علاقة باللقاح كوفيد. فهل لا يزال بامكان الحصول على اللقاح كوفيد؟ بمعنى. انا دلوقتي مثلا عايز اخذ اللقاح انفلوانزة مثلا. هل ينفع اخذ بعده عرضو اللقاح كوفيد? ينفع عادي. بس لازم يتعدي مدة زمنية مدتها شهر. يعني بين اي لقاح ولقاح تاني لازم يكون في مدة زمنية مدتها شهر. بعد كده اقدر اخذ اللقاح. طيب. السؤال بعد كده. آآ ماذا يمكنني اخذ الجرعة التانية من اللقاح ازا كنت مصابا بعد بعد الجرعة الاولى? يعني انا خدت الجرعة الاولى خلاص وجاه حصلي اصابة بعد خدت الجرعة امت اقدر يخد الجرعة التانية? طيب. لو العدوى اللي انا خدتها كانت بدون اعراض او باعراض خفيفة يمكن حصول على الجرعة الثانية بعد انتهاء فضل العزل اللي هي عشرتية. يعني انا الوقت جات للاصابة بدون اعراض خالص او اعراض خفيفة خالص. اقدر اخذ التطعيم عادي جرعة التانية بتاعتي عادي بس بعد انتهاء مدة العزل اللي هي عشرتية. طيب لو كانت الاعراض شديدة او معتدلة طلب دخول المستشفى. فده بيعتمد على تقييم الطبيب المعالج. وبعد الشفاء تماما من الفيروس. بقدر اروح ااخد الجرعة التانية عادي. طيب. السؤال بعد كده. آآ هل يمكنني تغيير نوع اللقاح بعد الحصول على الجرعة الاولى او جرعتين من نوع اخر من اللقاح? بمعنى. يعني انا دلوقتي انا خدت الجرعة الاولى من لقاح سينوفورم. اقدر اخد الجرعة التانية من لقاح فايزر? او العكس? لا طبعا. لان القاعدة العامة للتحسين بتقول ان لا ينصح بتناول اكثر من نوع واحد من اللقاح لمرض واحد في نفس الفترة. وهذه القاعدة تنطبق على لقاح كوفيد ناينتين. السؤال بمعنى تاني. انا دلوقتي خدت لقاح فايزر مثلا الجرعتين او سينوفورم للجرعتين. اقدر بعدها اخد لقاح مثلا من نفس نوع للكوفيد ناينتين تاني. يعني خدت لقاح فايزر مثلا. اقدر اخد لقاح سينوفورم بعدها بشهر او شهرين لا طبعا. خلاص انا قدت لقاح لمرض معين ما يفعش اخد لقاح بس معمول بطريقة تانية لنفس المرض. ودي في القاعدة العامة للتحسين لاي لقاح اصل. طيب. السؤال التاسع هل يمكن الحصول على الجرعة التانية من لقاح فايزر او او اكسفورد اذا تلقيت الجرعة الاولى خارج دولة الامارات يعني انا مسلا كنت في بلدي وخدت الجرعة الاولى. ورجعت الامارات عايز اخد الجرعة التانية. هل اقدر اعمل كده? طيب. من الافضل ان انا اخد الجرعة التانية من نفس الجهة الصحية اللي انا تلقيت فيها الجرعة الاولى. طب لو انا مش قادر انزل مسلا تاني اخد الجرعة التانية في نفس المركز الصحي اللي انا اخدت فيه. في الحالة دي. هعمل ايه? يجب اثبات ان انا مش عارف اه 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 ارجع اخد الجرعة التانية. وهقدم المستندات التي تثبت الحصول على الجرعة الاولى من نفس القاح يعني انا يكون معنا كارت التطعيم او ما يزبط ان انا خدت الجرعة الاولى بالتطعيم ومكتوب فيها نوع التطعيم بس الافضل طبعا انا خدت التطعيم في مكان الجرعة الاولى بروح اخد الجرعة التانية في نفس المكان اللي انا خدت فيه طيب اه التطعيم امن للمصابين بامراض مزمنة يعني امراض مزمنة امراض مزمنة زي مثلا امراض السكر اه الضغط امراض القلب والاوعيات الدموية الكبد الكلاكل دي بنسميها امراض مزمنة. طيب هل الناس اللي عندهم امراض مزمنة يقدروا ياخدوا التطعيم? ايه. يقدر ياخدوا التطعيم. والقاح جوفيد ناينتين امن وفعال ومشارق الي بشدة. يعني احنا بننصح بيه للاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنة لانهم اكثر عرضة لاصابة بالمضاعفات فيروس جوفيد ناينتين اذا اصيبوا بالعدل. بس لازم استشير الطبيب المعالج لابلاغك اذا كان لديك اي موانع للقاح كوبيد ناينتين. يعني مثلا انا دلوقتي اروح اخد النهاردة اللقاح. خلص انا قبلها بكون انا عاملة زيارة للطبيب. بيديني ريبورت ان انا قادر ياخد التطعيم عادي. موفيش اي موانع متطعيم. لازم اخد الريبورت دمعي وانا راح اخد التطعيم. طيب. السؤال اللي بعد كده. كم وقت قبل ان اتمكن من التبرع بالدم? يعني ان خدت دلوقتي القاحه ومضطرة مسلا عايز اتبرع بالدم مسلا لزرف طرق او حاجة. بعد سبع ايام من تلقي اللقاح اقدر اتبرع بالدمع دي. طيب. السؤال اللي بعده هل يعطى التطعيم لمن يعانون من حالات مرضية شديدة او يقومون في المستشفى بسبب مرض اخر? لا طبعا واحنا قلنا السؤال قبل كده ان ما ينفعش حد يكون عنده اعراض مرضية ويقدر وياخد اللقاح. لازم بس يعني يتم الشفاء تماما من المرض بك بيقدر ياخد اللقاح. يعني بننصح بتأخير اللقاح لمدة من اربع لتمن اسابيع حتى تماما الشفاء. طيب. آآ اللقاح بيعد قدية عشان يكون فعال. ما هي المدة التي يحتاجها اللقاح ليكون فعال? اللقاح بيكون فعال بعد اسبوعين من الجرعة التانية. بعد اسبوعين من الجرعة التانية خلاص كده اللقاح بيكون فعال والجسم بيكون كون الاجسام المضادة ضد الفيروس والانتيباطس خلاص كده شغاله والجهاز المناعم دلوقتي خلاص يعني نشط لأي يعني لو حصل اي اصابة لقدر الله. آآ طيب هل يمكن اعطاء التطعيم للمصابين بمرض نقص المناعة? يقدروا ياخدوا التطعيم. بس لازم استشير الطبيب بالمعالج بتاعه الاول. لان الناس اللي عندوهم نقص مناعة آآ محتاجين طبعا انهم ما ياخدوا اللقاح. لان لو تصابوا بالفيروس بتكون اعراضهم اشد من الناس اللي منعتهم كويس. فلذلك يحتاج المرضى الذين يعانون من نقص المناعة الى اخذ اللقاح. لانهم في المجموعة المعارضة لقطر كبير ومنهمنا متوقع ان يصابوا بمضاعفات شديدة اذا اصيبوا بعدوة فيروس كوفيد 19. طيب. التدابير الوقائي. بعد ما خدت التطعيم خلاص كده انا مش هلبس الكمامة مش هعمل تباعد اجتماعي. اه الحاجات اللي مش يعني اللي كنت بعملها قبل كده خلاص انا خلاص كده قدمت طعامت مش هعملها. لا. هبضل برضو اه ارتداء القناع الوجه. نظافة اليدين. الحفاظ على مسافة امنة. هبضل ملتزم بالتدابير الوقائي. لان اللقاح كوفيد 19 هو اكثر الطرق فعالية لمحاربة فيروس كوفيد 19. ولكنه لوحده لا يكفي. يعني مش عشان انا خدت اللقاح خلاص انا كده بقى تمام. لا. لازم برضو بعد ما اخد اللقاح افضل محتفظ بالاجراءات الاحتراثية اللي بعملها. تاني حاجة يجب على الجميع الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحتراثية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 حتى بعد التطعيم. لذلك يرجى التذكر الحفاظ على مسافة امنة بينك و بين الاخرين والحفاظ على نظافة يديك الاستمرار في ارتداء القناع الوجه. طيب ايه التوصيات اللي احنا بننصي بيها اه الناس عشان تاخد التطعيم. طيب. اللي خلينا اخد التطعيم يعني. لان اللقاحات تعد من اكثر الادوات فعالية للسيطرة على جائحة فيروس كوفيد 19. احنا كلها نفسنا الجائحة دي خلاص يعني تروح ونرجع حياتنا الطبيعية. فالحل الاوحد دلوقتي ان احنا ناخد اللقاح. اللقاح ده يعطى لأكبر نسبة من المجتمع. عشان نقدر بنتخلص من الجائحة الفيروس له. طيب. التطعيم طريقة امنة وفعالة لحماية المجتمع. بتحفز اللقاحات الجسم على بناء مقاومة لعدوى. ودي الطريقة اللي بيشتغل بها اللقاح ان هي بتحفز الجسم. اه لمقاومة العدوى وتطريقة الجهاز المناعي من خلال تدريبه على تكوين اجسام مضادة لمحافظة الفيروس المسبب لكوفيد 19. دي التوصيات اللي احنا بنوصي بيها. وفي نهاية المحاضرة عشان اه نتخلص ان شاء الله من هزي الجائحة بإذن الله. خلاص كده انا خلصت. اه انا بس اه معاكم وفي حد عنده اي استفسار او اي سؤال. انا تحت املكوا في اي حاجة. الله اعطيك العافية دكتورة. اتفضل. اه بالنسبة للاعراض اللي اصدف التطعيم كوفيد 19. هل تستمر بعد اليوم الاول او اليوم الثاني اه. اه. يا محمد معلیش ان احسر المحمد لو سماكت ممكن او اصدفل للكمبيوتر. مرة ثانية اتوقع فشاله افضل. اه بس فانت. اه فيما لو ان اخذت التطعيم هل تبدأ الاعراض في اليوم الثاني مباشرة متطعيم والا ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين من تطعيم تبدأ بظهور هذه الأعراض. وإذا الأعراض ظهرت تستمر. الأعراض تظهر غالباً أغلباً أعراض تظهر في اليوم التاني من تطعيم بالكثير التالث وتستمر لمدة أسبوع لكن ليس من الدرج أن الأعراض تظهر بعد أسبوع من التطعيم بعد أسبوع من التطعيم لو ظهرت أعراض الأفضل أن الشخص يحلل أنه ممكن يكون تصاب فعلاً بالفيروس بارك الله فيك. شكرا اليك. بزاك الله كل خيب. السلام عليكم. لو اسمحك يا دكتورة. اتفضل. اه حضرتك قلت بالنسبة اللي هي مرض امراض نقص المناعة. امراض نقص المناعة. دي مرض مزمن. يقدر ياخدوا اللقاح او ما يقدرش ياخدوا اللقاح? اه امراض نقص المناعة فيه بعض منهم يقدر ياخدوا اللقاح وفيه بعض من هم ما يقدرش ياخد اللقاح. بناء على ايه احنا بناخد القرار? بناء على الطبيب المعالج. يعني هو اللي عنده مرض نقص المناعة او عنده اي لان هي كتير. فاللي عنده اي نوع منهم اكيد هو بيتابع مع دكتور او مع الطبيب. المعالج بتاعه هو يروح له ويقول له هل هو يقدر ياخده ولا لا? لان فيه ادوية بياخدوها في نقص المناعة بتتعرض مع التطعيم. فقبل اي حاجة لازم بيستشير الطبيب بتاعه الاول. بس في الغالب ان امراض نقص المناعة. اه معظمها بيفضل ان هم ياخدوا التطعيم علشان هم اكثر ناس عوضة للاصابة بالاعراض الشديدة للمرض. السلام عليكم. سمحت ممكن بس سؤال تاني بعد اذنكو بس يا حدرات. بس انا عندي سؤال تاني. اه دكتورة شايمة حدودك قلت من شوية ان التطعيم بيتاخد تقريبا كل سنة. صح كده? هو ده مش اكيد. بس هو الارجح انه هو كل سنة. بس مش الاكيد. لان الدراسات لسه جارية في الموضوع ده يا استاذ مس. طب بالنسبة لتغيير نوع اللقاح. يعني لو هو مسلا. انا باخدت مسلا سنة دي السنة اللي جاية بعد سنة اقدر اغير نوع اللقاح من سنو فارم مسلا لفايزر بيونتيك. لازم اه افضل ملتزم بنفس نوع اللقاح اللي انا اخدته. لا 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 طبعا ان اتقدر تغير نوع اللقاح. انا بقول ان النقطة اللي انا قلتها دي ان انا ما ينفعش في نفس الوقت. يعني انا مسلا اخدت النهار ده سينو فارم وخلصت الجرعة التانية ما ينفعش بعدها بشهرة اخذ الفايزر او ما ينفعش اخذ الجرعة الاولى من سينو فورمو والتانية من فايزر. اما لو عدد فترة الكفاء. مش اصدق انا اصدق ان انا خلصت الجرعتين خلاص. ومر على الجرعة التانية سنة. بعد سنة اقدر اغاير نوع اللقاح. ايوة طب. تقدر تغيره عادي. اه ده اصدق بس. اه طب وبالنسبة للاطفال يعني هو فعلا الاطفال ما بيوصبوش زي ما بنسمع ولا ده كلام مش صحيح. ما بيوصروش. ما بيتصابوش بالكورونا. لا لا الاطفال بيتصابوا بالكورونا بس تكون الاعراب بتاعتهم اه منضط في ربنا يعني الحمد لله الاعراب بتاعتهم بيكون خفيفة. بس يصابوا عادي يعني ممكن طفل عادي بيتصابوا الكورونا عادي. لكن بالنسبة للتطعيم ما ينفعش لان الدراسات اه ما تعملتش للسن اللي تحت ستتاشر سنة. فلسه ما اجرش الدراسات عليها. فعشان كده مش مش موصيين بالتطعيم للأقل من ستتاشر سنة. لكن هو بيتصاب عادي. بس الاعراب بتاعته بيكون اخف شوية من من الكبار يعني. وبالنسبة للأعراض اللي بعد اخذ اللقاح. يعني انا تجربت انا الشخصية مع اللقاح. انا بعد ما اخدت الجرعة الاولى بدأت احس ان انا تعبان جدا. حوالي ثلاثة ايام او اربع ايام تعبان جدا. بعد الجرعة التانية كان الموضوع بالنسبة لي افضل. اه لا معليش هو السؤال بس هو هو ده كده معنى كده ان الشخص زي ما حدرتك قلت في المحاضرة من شوية. ان معنى كده ان الجسم بيقاوم اللقاح بشكل اقوى. معنى كده ان دي حالة صحية افضل ولا? هو ان انت تظهر عليك اعراض بعد ان اخدت اللقاح كده معنى ان اللقاح شغال وان الجسم في قاوم. فدي حاجة اه كويسة مش حاجة وحش ان الجسم يتظهر عليه اعراض. في بعض الناس بتظهر عليه اعراض شديدة شوية وفي ناس بتظهر عليه اعراض خفيفة على حسب استجابة الجهاز المناع للفرد. بس ما نقدرش نقول ان الواحد مسلا جات له اعراض شديدة بعد اخد اللقاح ان ده مسلا منعته افضل من التاني. لا. اه ظهور الاعراض في حد ذاتها سواء خفيفة او سواء اه شديدة. ده دليل على ان الجهاز المناع ابتدى يتعرف على الفيروس والقاوم. السلام عليك يا دكتور جيمة. وعليكم السلام وبركاته. يا علي عبوليلا مدرس في المدرسة. اهلا وسلام. اتفضل. ايه سؤال اه هو البروتوكولات اللي مستخدمة في التعامل مع لقاح كوبيد ناينتين. هل اه اللي حضرتك والتي ده هو البروتوكول خاصة بدولة الامارات بس. واللي ده في العالم كله. ما فيش حد ياخد تطعيم اقل من ستتاشر سنة. لا ده ينوبيرس. تمام كله. تمام. طيب اه احنا عندنا في مصر اولادي صغيرين اخدوا جرعتين تطعيم ضد كوبيد ناينتين. نعم. اني نوع تطعيم. اسمه ايه تطعيم طبعا تعرفة حملة وزارة الصحة. وطبعا الاولاد اه المدام اخدت الاولاد وراحهم. اه واللي طبعا اللي هي المراكز الصحية. واخدوا فعلا جرعتين تطعيم ضد كوبيد ناينتين. فالكلام ده. اه بالضبط. ده سبب انا عاوز اعرف هل يعني البروتوكول اللي احنا ماشيين به هنا اه اول بروتوكول اللي حضرتك والتعلي دوت. بروتوكول يونيفرسل. طيب اذا كان يونيفرسل طب الاولاد اللي اخدوا عندنا في مصر الاطفال اللي اخدوا الجرعتين ضد كوبيد ناينتين. الوضع ايه بالضبط? عاوز يعني ده اثار علامات استفهام. ببكاتر خيرك لو صلت الدول على الموضوع. طيب هو يونيفرسل طبعا لان هو معظم دول العالم دلوقت ما بتديش اه اقل من ستتاشر سنة. لان ما تعملش عليها درسات كافية ان هم يسمحوا بيها انها تتاخد للناس اللي اقل من ستتاشر سنة. فامتا احنا خلاص يعني امتا الدولة بتصرح باللقاح لو مرت بالاة اللي هي مراحل الاختبار بتاعت اللقاح. اللي هي اخر مرحلة المرحلة السرية دي لازم تكون خلاص مرت بيها واثباتت كفاءة. فلما لما جم عملوا الاختبار على اللقاحات دي على عملوا على فئات كتير يعني عملوا على المرضعات مسلا عملوا على اللي هم بيخططوا للحمل عملوا عندهم اعراض مزمنة كل اللي حاجات دي خلاص اتأكدوا من بعد معالوا الاختبارات ان الفئات دي تقدر تاخد. اما اللي تحت ستتاشر سنة لسه الاختبارات ما كملتش عليهم. فانا مش عارفة بصراحة موضوع ان هم ياخدوا في مصر يقلم ستتاشر سنة دوت اه ليجل ولا لا بصراحة. لكن هو دلوقتي في منظمة الصحة العالمية وكل الدول وفي المواقع اللي هي الرئيسية بتاعت التطعيم. كلها اه اه اكبا تحت ستاشر سنة لسه ما ما خلصتش التضرب بتاعتي عشان كده ما بيدوهش في الدورة دلوقتي. لأ هو ما يدوه تحت ستاشر سنة. كل انواع اللقاحات ولا في لقاحات ممكن اكتر قليل من ستاشر سنة. لا لحد الان كل انواع اللقاحات. وقلت اللي موجود في مصر دلوقتي الاسترازينيكا والسينوفور ما اعتقد. والاتنين دول ما بتاخدوش تحت سنة ستاشر سنة. حتى الاسترازينيكا لحتى تمنتاشر سنة. مش تحت كمان ستاشر تحت تمنتاشر سنة ما بتاخدش. معلش يا سوزعالي. معنى كده انك لازم تتأكد هو اخده اللقاح للكوفيد او للحاجة تانية? لا. هم فعلا كانت اللي حتى كانوا بيعلنهم اللي هو لقاح ضد كوفيد ناينتين. وبالتالي اخدوا اولادنا لحد ست سنوات. يعني من سن سنتين تقريبا لست سنوات. اخدوهم كل الاولاد وفعلا راحوا. وده على البلد كلها. وده السبب ان انا بسأل هل ده يونيفيرسال بروتوكول ولا ده خاص بدولة الامارات. طب اللي حصل عندنا في مصر. بس ده اثار عمليات او علامات استفام قدامي يعني. شكرا يا دكتور. نحف. السلام عليكم دكتور. فيني اسأل السؤال. اتفضلي طبعا. طيب. دلوقتي انتو تحكو ان التلقيح مهم اللقاح مهم والكلام من ده. ومطلوب مع ان اللي اخد حتى اللقاح يعمل بي سي ار. يعني سواء انا اخدت لقاح او ما اخدتش لقاح يعمل بي سي ار. طب ما معنى كده ان اللقاح ممكن ما يكونش عنده فعالية. وطبع ما انا اخدته مش المفروض ان انا اعمل بي سي ار الا بعد سنة. تمام? ليه تدعي ان انا اخده واعمل بي سي ار في نفس الوقت. اه هو البي سي ار بيتعامل في يعني في مواقف معينة يعني مسلا عندنا في هيئة التربية والتعليم بيتعامل مسلا في بداية كل تيرم. في بداية كل فصل مسلا. وده اللي طب يعني حضرتك قصدك مسلا انت خدت اللقاح. هل معنى اللي خد اللقاح ده مش هتصاب بالفيروس? بتصاب بالفيروس عادي. بس. اخبر ايه بقى تماما هتصاب بالفيروس. اخبر. هقولك بتغليل الاصابة بالفيروس وانتي واخد التطعيم? غير الاصابة بالفيروس والشخص مش واخد التطعيم. قصص بفيروس والاعمال. ممكن ممكن تظهر وممكن ما تظهرش اصلا اعراض. يعني بيكون الشخص مصاب ومش عليه اعراض. الجسم بيقاون. يعني الجسم خلاص هو عارف شكل الفيروس. ده اول ما بيخش عليه بيهجمه بيقتله. اما لو الجسم لسه الاول مرة هو بتعرف على الفيروس. لأ لسه جهاز المناعة بيتكون و لسه و بتزهر اعراض شديدة جداً على حسب مناعة الفرد. ليه بقى بنعمل بي سي آر? طيب حضرتك واضح التطعيم. غيرك مش واغد التطعيم. لو انت حملة مثلاً الفيروس وعدت مع مش ظاهرة عليك الاعراض ودوارت لاني انت واضح التطعيم. وعدت مع اشخاص تانيين مش واضحين التطعيم. هتناللهم الفيروس. فعلشان كده بتعمل بي سي آر كل فترة. آآ بس للحفاظ على الناس اللي لسه ما اخدوش التطعيم. عشان كده احنا بنوصي كله ياخده التطعيم عشان نقطع الحلقة دي. نقطع انتقال الفيروس من شخص لشخص. خلص. انت واغد التطعيم وانت واغد التطعيم. حتى لو تصب الفيروس الموضوع بيكون خفيف شوية. مع وحدك دلت تحكي تقولي ان الاعراض ممكن تظهر وممكن ما بتظهر. يعني فيه احتمالية يعني مفيش حاجة مؤكدة. فانا ليه احط تحالي في وضع احتمالية? ليه احط تحالي في وضع احتمالية? وانا ممكن جسمي ما يتقبل المضاد تمام? ويزيني وفي نفس الوقت ما بيحميني من غيري. صح? ولا لا? لا هو مش بيزي. هو بيحفز الجهاز المناعة بتاعك ان هو يقون. فهو مش يزيني. ممكن يزيني مسلا لو عندي حاجة في الضغط. انا مسلا لو عندي اه شيء مسلا مش مش مطرف في الجسم بس مش مرضي مسلا ممكن يكون نفسي بيجي من وقت للتاني. ممكن يزيني. هو لو مرض مزمن مسلا من حضرتك باستشاري الطبيب المعالج هو بيقرر ساعتها اذا كنت تقدر يتاخذي او لأ. بس غالبية الامراض المزمنة هي ما بتتعرضش مع التطعيم. فده ما فيهش منه مشكلة خالص. اما ان الفرض يتقذي من التطعيم دي في حالات ندرة جدا. حتى الاطفال الصغيرين. احنا واحنا بندي التطعيم بنبقى قلانين ان هو ممكن يتقذي. بس بتحصل مسلا بنسبة او بوينت تو مسلا في المية. فمش ورد ان العاقل مسلا ان الواحد يتضر من التطعيم دي مش وردة. اما ان الواحد يتقذي بسبب الفيروس لهو مش واخد التطعيم وتجيله اعراض شديد لي وردة. بس كده بمعنى كلامك ان فيه احتمالية. سواء اخد او ما اخدتش فيه برضو احتمالية وفيه يعني فيه ممكن ان شاء الله لو واحد بالمية ان يحصل اي شيء. تمام? فيه حاجة تانية حاب اسأل عليها برضو. دلوقتي انتو يعني كله يحكي كافد ناينتين. ده بدأ في الفين وتسعتاشر بنانى على كافد ناينتين ومشى كزا موجة. يعني فيه موجة اولى فيه موجة تانية احنا دخلين على الموجة التالتة. الرابعة في مصر. تمام. كل ما بيكون فيه موجة جديدة بيكون الفيروس بيعمل تمحور فيه عشان يقدر ان هو يتمكن من من الجسم البشري ضد المضادات التانية. هل مسلا اللقاح اللي اتعمل دوت بيكون متوافق مع كافد ناينتين اللي في الفين وتسعتاشر. لكن احنا ما بنعرفوش لسه اللي جاي الحملة التالتة ده هل يتوافق مع اللقاح دوت ولا ممكن يبقى اقوى منه. صح مصبوط بس اما كده لما لما اللقاح دوت نزل اللقاح ده قال لمدة فعالية اللقاح آآ مدة فعالية اللقاح لسنة. محدش قال اللقاح عمر كله. ممكن بعد يزنوكو بس يا جماعة اللي فتح المايكة? نا. ده واحد تاني. بعد النصف اللي فتح المايكة ايه? انجليزي. اه حضرتك معايا? ايه خلق ايه معايا حضرتك سوائل. سمعاكي. طيب انا بتكلم على اه مدى فعالية اللقاح. هل اللقاح ده فعال للعمر كله زي اللقاحات اللي بنقودها مسلا في سنة الطفولة? لا اللقاح ده فعال لمدة معينة. مش فعال للعمر كله. بس احنا ليه بننصح الناس باحد اللقاح? انا قلت قبل كده في طوصل المحاضرة ان احنا الدول عايزة تعمل حاجة اسمها من مناعة القطيع. بمعنى ان لو معظم الافراد اللي في المجتمع على طعامه هينقل انتشار الفيروس او انتقال الفيروس من شخص لشخص. وبالتالي هيدي على الفيروس تماما. فاحنا في المرحلة دي دلوقتي اللي هي مرحلة التطعيم لكل افراد المجتمع او معظم الافراد اللي يقدروا ياخدوا التطعيم خلاص بياخدوا التطعيم. عشان نقدر نوصل للمرحلة دي. اما الفيروس بتحور اكيد كل الفيروسات بتتحور. بس في الاخر التطعيم هم عاملينه بطريقة معينة بحيث ان هي بتحفز جهاز المناعة اللي هو المنتشر الفيروس الرئيسي اللي بيسبب الاعراض اللي هي الخطيرة اللي بتسيب الناس دلوقتي. تمام. بس في برضو حاجة انا يعني انا بنوح عنها بس انا طبعا اكيد مش دكتورة واكيد مش نفسي خاصة تباعتكم بس هو فكرة يعني فكرة فراسي وشائعة ويعني عندي ايمان تسامبل ماي ان هي واحتحصل. انا دلوقتي لما باخد اه لقاح بيعمل لي زي ما انت حديك بتحكي بيعمل لي الجهاز المناعة بيكون على استعداد بي بيحفز وظيفة للجسم كاملة لان هي تحمل الجسم من من الفيروس اللي دخله. تمام? حضرتك تحكي ان اللقاح دوت فعل لمدة سنة ولازم يتجدد. مع الحملة الجديدة للفيروس الجديد اللي هي اللي جاي في الفين واحد وعشرين هيتطروا ان هما يجددوا من اللقاح دوت لجلي بفعل كويس او بشكل يعني اوضح مع الفيروس الجديد بعد ما يتمحور. الجسم بالطريقة دي بيحصل فيه اضطراب. انا لما هاخد دلوقتي السنة دي لقاح ضد كوفيد ناينتين. اوكي? وجيت بعدها بسنة اللقاح دوت لقوا ان هو لا مش جاي بفعالية مع التمحور الجديد للفيروس الجديد. هاتطروا يعدلوا عليه. لا ناخده اللقاح الجديد. نعم انت كده الوظائف تبع الجسم بيحصل لها اضطراب. تمام وارد. فممكن يحصل حاجات في الدم. فممكن يحصل حاجات في خلايا المخ. في وارد. وارد بنسبة يعني بنسبة كبيرة. ما هو عشان كده احنا طبعا مش. انا طبعا مش. انا فهم عليك. انا فهم عليك. لا براحتك خلص. انا بس في حاجة عايز اقولك عليها احنا. السبب اللي انت قلتيه ده. يعتبر سبب رئيسي ان الناس كلها هتاخد التطعيم. ليه? انا دلوقتي خلاص انا هاخد التطعيم. وغير هياخد التطعيم. انت خلاص كده منعت انت انت حجمت الفيروس. خلاص انت هيجي السنة الجديدة ان شاء الله. الفيروس لو هو اسا اكتب ومنتشر والناس كلها قاعدة بتعدي بعض خلاص هيتحور. لان الفيروس ده انا بيجي تحور داخل شخص نفسه. داخل شخص نفسه. داخل شخص نفسه. انا مش بحكي اني نفس الفيروس اللي راح يكون اكتب. الفيروس انا ما ف seems. في معلومة بس اقول لحضرتك. الفيروس بيتحور داخل الخلاية. الفيروس لما بتحور لازم يكون داخل جسم الانسان وتحور. انت الوقت لما لما تاخده التطعيم. خلاص انت الانتيبقول الجسم بيكونه. اول ما الفيروس بيخش يقتله. ما فيش. ما فيش. ما فيش عنده مجال ان هو يخش يتحور داخل الخلاية. انا كده بقضي على الفيروس اما لو جيت نسبة نسبة مثلا اخدت 30% اللي خدوا مثلا التطعيم 70% خدوش التطعيم خلاص الفيروس قاعد بينتشر بينهم قاعد بيخش بتحور داخل خلايا ليه مثلا عايزة هقول لحضرتك الحاصبة مثلا السوالي الديكي الجودريم كل دي فيروس طب ليه احتحجمت ليه كانت الاول منتشرة بطريقة متفشية جدا طب ليه دلوقتي اتحجمت لان حصل التطعيم لكل الاطفال اللي بتقولون تاخد التطعيمات دي طب احنا دلوقتي مثلا قعدنا في بعض الدول اللي الناس عندها اعتقاد التطعيمات دي مدرة وكده بدأوا ما يدوش ولادهم التطعيم الفيروسات دي بدأت ترجع تاني زي فيروس الحصبة زي فيروس الجدري دلوقتي هم بيعانوا منها اما الدول اللي محافظة على التطعيمات بتاعتها وبتاخد التطعيمات في وقتها بالنسبة لاطفال او بالنسبة في المراحل اللي بعد كده اللي هي الاكتيفيشن بتاع للتطعيم خلاص فتظهرش عندها بازن الله الامراض دي تاني وده اللي احنا عايزين وصله دلوقتي. احنا عايزين نوصل ان الافراد كلها في نفس الوقت تاخد التطعيم بحيس ان الفيروس ما ما يتحورش. مش هيلقي خلية سليمة او خلية مسلا يقدر يدخلها يتحور فيها. لا انت اول ما يخش الجسم المطعم خلاص الانت بطس بتهجمه ما بيخشش جوه الخلية نفسها. تمام بس اللقاحات تبع الامراض اللي حدرت احكي عليها قعدوا فيها سنين. لاجل النعبال ما وصلوا للقاح الفعال اللي بقي ناسب اغلب البشر وحتى لو جات له اعراض بيكون اعراض مؤقتة. لكن اللقاح دوت احنا فجأة طلع فجأة اتعمم على الناس. فجأة فيه ناس اتضرروا كتير ومرضوا كتير وحالتهم بقت كتير متأزمة. وفيه ناس ما اتأزوا وما ظهرت عليهم اعراض زي ما حكيتي. وفيه ناس اوكي ظهرت عليهم اعراض ورجعوا تاني. فبرضو الوضع مش مستقر لجل الواحد ان يجازف وياخد حاجة زي كده. طالما انا قولتي كده كده هتعادى. فاتعادى من غير ما دخل حاجة بجسمي. لا ما انا هقول لحضرتك حاجة. في فرق انا قلت قبل كده. في فرق من العدوى والواحد واخد التطعيم غير العدوى والواحد آآ من غير التطعيم. انت واخد التطعيم فيه انت اول ما الفيروس بيخش خلاص بيتعرف الجهاز المناعي وبيقتله على طول. لكن مش واخد التطعيم ده ممكن يعمل اعراض لقدر الله التهاب رئوي. يعمل آآ الفرد يحتاج اكسجين. يحتاج يتحط على تنافس نوعي. احنا في غير الحاجات دي كلها. اما بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك اللي هو التطعيمات قبل كده كابتاخد وقت فعلا كابتاخد وقت. احنا دلوقتي هل التكنولوجيا دلوقتي ازاي التكنولوجيا زمان? فيه فرق اكيد. يعني زمان ما كانش فيه التطور خاص اللي حصل سواء في العلم او في التكنولوجيا او في الحاجات دي كلها. فوزمان حتى الحاجات دي لما كان بتكون وباء. ما كانش وباء فضيع منتشر في كل دول العالم. احكي لحضرتك اكثر للمقاطعتك. الوباء كان زمان كان بدائي. كان كان احادر خالية زي ما بيحكوا. ما كانش بالمنظر الايفكتف اللي احنا فيه دلوقتي. وإلا ما كنتش تلاقي فجأة كانسر يطلع. فجأة تلاقي مرض غريب يطلع. فجأة تلاقي مش عارف ايه يطلع. دلوقتي مع التكنولوجيا الزايدة ومع الاكل الزايدة والاضطرابات الهرمونية الزايدة اللي الجسم وبالاكلات اللي ناكلوها. ولذلك بيظهر الامراض الغريبة اللي بنبقى مش عارفين نسيطر عليها ونحجمها. بالزبط. ما هو ده برضه بسبب. ده برضه اللي انا نحكي عنه. بالزبط. بس ده ما ليش دعوة خالص. انا بس بحكي عن الفيروس ازاي اتعمل في المدة بسيطة احنا اولا فيه تكنولوجيا عالية جدا. الدنيا تطورت جدا. العلم تطور جدا. الاجهزة حتى المستخدمة في تصنيع اللقاحات دي تطورت جدا عن زمان. وبالتالي الفترة الزمنية اللي انتجت في اللقاح هي تقريبا دلوقتي في تطور سنة ونص من ساعة ما ظهر الفيروس لحد الان او اكتر من سنة ونص الشركات الكبرى بتاعة تصنيع الادوية وتصنيع المطعمات دي شغالة عليها من ساعتها. ومرت اللي احنا اللي مطمنا في التطعيم. وسلمت التطعيم ان هي مرت بكل المراحل اللي بتمر بها التطعيم. المراحل اختبار بتاعته. اللي هي تلات مراحل المرحلتين الاوانين دول بيبقوا في المعامل مرحلة التالتة السرية اللي اللي اتعاملت على الناس كتير سواء داخل الامارات او خارج الامارات. فهو مش موء اللي خالص. احنا بالعكس احنا بننسح بيه عشان وعليكم السلام والبركاته. فضل. اسفى ان اطولت على حضرتك شو لا لا لا. المدة اللي بيضل يفعل اللقاح في جسم الانسان يعني. انا انا وماخد اللقاح في مغادر. سألت المسؤولة الطبيبة المسؤولة في المركز على امكانيات اخد اللقاح. لا لمشكلة ما فجالتلي ان اللقاح ما فيش في اي مشكلة لانه بيضل في جسم الانسان تلت شهور بالضبط وبينتهي تماما ولكنه وجود. انت حضرتك بتقول لي لقلتي سنة فانا من الوقت مش عارف هو تلت شهور ولا سنة. اللقاح اللي بيقعد تلت شهور? اه جاءتلي دي قعد الجسم تلت شهور فقط وبينتهي تماما ولكن الوجود. الطبيبة المسؤولة نفسها عن المركز بالكامل. مركز الطفل في المغيبة. ما انا بقول لي حضرتك على الحاجات آآ انت انت الكلام ده كان من امتى? الكلام ده اخر مرة انا اخد الجرعة تسعة اتنين. طيب انا بقولك على الابديتد. الابديتد ده تقريبا من شهر. في حاجات كتير جدا يعني عندك مسلا التطعيم كان الاول آآ ممنوع اتاخد للمردعات مسلا. اللي بيخططه الحمل دلوقتي خلاص الجديد ان التطعيب بيتاخد المردعات واللي بيخططه الحمل. آآ زمان كان بيقولوا خلاص اللي خد الفيروس ما ينفعش ياخدوا تطعيم اربعة شهور. دلوقتي لا بياخدوا بعد عشرة ايام. كل يوم في جديد. كل يوم فيه ابديت جديد. فالابديت الجديد دلوقتي ان الدراسات اللي اتعاملت على الناس اللي خدت التطعيم او اللي عملت الاختبارات السررية. في بعض منهم مش كلهم طبعا. فضلت المناعة معا مثلا لحد سنة. في بعض منهم فضلت حد ست شهور. في بعض منهم فضلت تمنت شهور. فمدة سنة دي يعني تحت يعني ممكن ممكن سنة ممكن اقل من سنة ممكن ازيد من سنة على حسب استجابة الفرض نفسه للتطعيم. فكل يوم فيه ابديت يعني فيه كلام مسلا يتقلل النهاردة في المحاضرة. الكلام ده ممكن بعد شهر يتغير. لان لسه لسه الموضوع جديد ولسه الدراسات جارية في الموضوع ده فلسه يعني مفيش حاجة مسلا بتتقلل النهاردة وتفضل على حالة لحد مسلا انت اربع شهور كمان لا ممكن بعد شهرة واحد بس بتضاير. برضو يعني اتعرفيني ان فيه مشكلة ممكن تكون في اللقاح نفسه ممكن تأثر لان فيه بديت دايما وبيحدث وشوية يقول لك الاسنة شوية يقول تلات شهور بمعنى كده ان فيه مشكلة فعلا في اللقاح وان هم بحاولوا يعني يجيبوا النتيجة النهائية والسرية التي تقول عليها النهائية اللي بتقول ان اللقاح يعتمد رسمي ويأخذه ما فيش اي مشاكل. معنى كده ان احنا بنتجرب علينا واحنا الله اعلم اذا كانت اه امن فعليا ولا انا اقول لحضرتك حاجة بالنسبة اللي هما بيجربوا اللي هما بيجربوا علينا هما خلاص التجارب بتعاملت التجارب السريع دي اتعاملت لناس وفقوا قصلا ان هما يتعامل عليهم التجارب. اما بالنسبة للتغير في الابديت اللي بيحصل يعني مسلا الطبيبة قيلت لحضرتك دايات شهور. دلوقتي الابديت مسلا موجود على موقع دي اتش اي اي ومعلى موقع سيري سي بيقول سنة. في بعض المواقع تانية بتقول ست شهور. هnych معنا كده ان في مشكلة في اللقاح. لأ اه. هما بيقولوا كده على اساس مقاومة الجسم. هل الانتيAngy بادي او الاجسام المضضة اللي بتتعمل نتيجة nellقاح او اللي بتنته نتيجة دي تستمر للمدة قد ايه؟ نتيجة شهور فتستمر للمدة ستة شهور بنتستمر للمدة سنة. للمدة ثبان شهور. الحاجات دي كلها بتعتمد على الانتي بادي بتاع الجسم نفسه. لكن تلات شهور دي كانت بتتقالل الاول عن جسم مسلا اللي خد مسلا الشخص اللي خد الفيروس نفسه اتعادل. كان بيوعب عنده مناعة لمدة تات شهور. دلوقتي لأ بيقولك لأ ده مناعة بتاعته مسلا لمدة شهر. فالحاجات دي مش معنى ان بتتغير. لا الابديت بتتغير لان طول ما احنا طول ما الدرسات شغالة فيه ابديت. طول ما الفيروس موجود والتطعيمات شغالة فيه ابديت. يعني مسلا كان في الاول بس تطعيمين اللي ظهروا. دلوقتي فيها بقى اكتر من خمس تطعيمات مسلا موجودة. فكل ده ابديت. بس مش معنى ان فيه ابديت ان التطعيم فيه مشكلة لأ. ما فيه مشكلة ابدا ولا بيجربوا علينا ابدا. ومعنى ان هو مسلا يقعد ست شهور او يقعد لمدة سنة. لأ ده على حسب مناعة الجسم. وحسب الانتي بطز اللي اتكونت هل هي هتقعد لمدة سنة في الجسم ولا الجسم يتخلص منها. بس كده. دكتور ما لش بس انا حاب برضو اضيف حاجة صغيرة. يعني زدت عليك انا اسا بس حابة اقول حاجة. لو كان اللقاح كويس يعني مش قص ان انا اعيد فيه طبعا يمكن اوافق مع الناس كتير بس موافق مع الناس كتير. ناس ثانية. بس لو كان اللقاح كان فيه عليه ولو خمسة بسان في المية موافقة. ما كناش نلاقي كذا الشركة طلع بالقاح. وكذا الشركة طلع بنوع. كان يبقى كلهم اوكي. اسامي شركات تبقى موحدة. بس المكون كان يبقى واحد مش تلاقي الشركة تلعب على الكروموسومات وتلاقي الشركة تلعب على تحط الفيروس بنسبة اقل. كل الشركة بتطلع بتجرب. ولذلك الواحد مش رح يجرب في حاله. فهمتش علي انا بقصد ايه? وبعدين حديدك بتحكي برضا تقولي فيه كل يوم اوب ديت. معنى ان فيه كل يوم اوب ديت يعني مافيش حاجة مستقرة. يعني يبقى انا عندي ولو نسبة خمسة في المية عدم استقرار. يبقى كده ولا كده? انا مافيش استقرار. يبقى ما روحش هياخد برضو اللقاح. مافيش استقرار. طيب. الفايزر يلعب على الكروموسومات. الفايزر يلعب على الكروموسومات الجسم. الصيني يدخلك نسبة ولو بسيطة من الفيروس. فكل شركة بتطلع بموضوع والبقاء للأقوى. انا اجاوبك على الموضوع ده بس اديني بس بساحة اجاوبك. اولا. انا خلاص. طيب. بالنسبة للشركات الكتير اللي حضرتك قلت عليها ان فيه كزا نوع. اه دولت في كل التطعمات. يعني كل يعني حضرتك اكيد عندك اولاد. ديت يوم تطعيم. انت عارفة انت ديت يوم تطعيم شركة ايه? مش معروف. لان كل بلد بتجيب الشركة اللي هي مسلا اه متعقدة معها او هي مسلا اه عملة مسلا دي معاها. يعني التطعمات حتى اللي احنا بنديها داخل دولة الامارات. الشركة بتاعتها غير اللي بنديها في مصر غير اللي بنديها في الاردن. في كزا الشركة لانتاج اللقاحات. الشركات دي برضو هي هيها اللي بتعمل لقاحات الان للتطعيم الكوب منها. دي من النسبة لاختلاف الشركات. طيب. اما بالنسبة لاختلاف النوع للتطعيم. نوع التطعيم ده كل فيروس موجود له نوع معايم التطعيم. في في امراض معينة بنديها تطعيم اسمه يعني بيروس ميت بس بندخل البروتين بتاعه بس في تطعيم تاني بيكون فيروس حي مثلا شاء الأطفال ده شاء الأطفال ده حقنين فيه الفيروس حي مش بيحقنه بس اللي هو بيتاخد بالنقضة بيكون الفيروس حي وبناخده عادي تطعيم تاني مثلا زي تطعيم الحزبة تطعيم الفيروس اللي حضرتك بس بتقولي بيلعب على الكروموسومات هو لا فيه حاجة غلط مش بيلعب على الكروموسيمات. هم أخد. أنا قلت في الفيديو اللي تعرض في المحاضرة إن الجزء الداخلي من الفيروس عباره على RNA. RNA اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس. هم أخدوا جزء من الحمض النووي بتاع الفيروس واشتغلوا عليه بحيث لما يخش جوه الجسم الجزء اللي دخل جوه الجسم بيكون بروتين الفيروس. ملوش دعوة أبدا بالحمض النووي بتاع الإنسان. ما فيش أي حاجة تقدر تغير الحمض النووي بتاع الإنسان غير الإشاعات اللي حصلت قبل كده في الحرب اللي هي العالمية اللي ضربوا بيها اليابان. غير كده ما فيش أي حاجة تقدر تخش مثلا الخلية بتاعتي. مثلا بتاع الفيروس يلعب على النووي بتاعت الخلية أو الDNA بتاعي. لا. هم بيحقله جزء من الRNA اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس علشان يخش الجسم بيكون البروتين وبعد كده الجسم بيكون أجسام ضد الضل ضد البروتين بتاع الفيروس. فده هي المعلومة بتاعت الكروماسومات. الناس كتير جدا متخوفة منها وهي ما لهاش اساس من الصح خالص. ملوش أي علاقة بالكروماسومات بتاع الجسم ولا بيغير فيها خالص. دي دي حاجة ودي حاجة تانية. هي بس مفهوم قاطة عن الناس. اما بالنسبة لاختلاف الشركات خلاص انا جاوبت على النقطة دي. يعني هو يا دكتورة غالبا مس ايمان بتتكلم عن آآ ان مفيش حقيقة مطلقة. صح كده. من نسبة لايه? يعني هي بتقول ان فيه تغيرات دايما وفيه كل يوم فيه معنى كده ان الحاجات اللي اتعمل لها معنى كده ان هي كانت غلط. لأ هم مش بيعملوا في الغلط برضو حسنا هو الابديت بيحصل ان انا بطور الحاجة. مش ان انا خدت الحاجة مسلا يعني يعني مسلا عندك آآ جهاز مسلا تليفون. هل جهاز تليفون بتاعك مثلا القديم هوا كان فيه غلط فيه مشكلة? احنا كنا خلاص هو بيقدر غلط برضو. لكن لما ظهر جديد خلاص هو بيبقى فيه تكنولوجيا احسن بيبقى فيه مسلا حاجات احسن. انا اقصد ببسط المعلومة بس بالنسبة للابديت. الابديت دي ان هما بيطوروا الحاجة مش ان حاجة غلط حصلت. بالعكس هي حاجة صحة هما عملوها وبيطوروه. بس ده الرد على السؤال. هو هو مستر حسن يوس ان انا لا اقصده ان ما كانتش يطلع عيوب للحاجة مش رح اعمل لها ابديت. زي يا حضرتك مثلا ما جيتش قلتي تطعيم الشرر للاطفال دلوقتي كله بيدي نفس التطعيم حتى لو اسم الشركة مختلف. بس بيبقوا عارفين المكون المعمول منه التطعيم. مش بيبقى. تطعيم الشرر للاطفال. لا. هقول لحضرتك حاجة بس فيه معلومة. تطعيم الشرر للاطفال فيه منه نوعين. فيه نوع بيتاخد حقن. وده آآ فيروس مضاعف. وفيه نوع بيتاخد بال بالفم وده فيروس اكتف. ما هو ايا كان. هل معنى زمان كانوا بيدوا بس الفيروس اللي هو الاكتف وده كان بيعمل مفعول. حصل اوب ديت وعملوا الفيروس الان اكتف وضموه مع آآ ضموه مع تطعيمات تانية بتتاخد التلاتة. واحنا بنديها لوقتي حتى في المدارس في في جريد وين وبتتاخد للاطفال اللي هما لسه مانودين ده التطعيم اللي هو الان اكتف. ده بيتاخد في الدرع ما كانش موجود قبل كده. فمش معنى ان انا طورت التطعيم وبديه مثلا اكتف. وطلعت العين اكتف. هل معنى كده التطعيم الاكتف دوت كان بلط لك. انا مقصدتش كده. انا مقصدوه ان حتى لو كان بيتاخد حقنة ويتاخد عن طريق الفم كده ولا كده معروف مكوناته والشركات كلها تتعامل على هاي الاسلوب بس تغير اسم الشركة. تمام? لكن انا دلوقتي عندي كزا شركة بكزا بكزا مكون وما فيش مكون موحد هما متفقين عليه. وكل يوم بأب ديت. فانا يعني انت كده بتحط حالك سوري انا اسفع يعني في وضع اه التضحية. انا مش هضحي في حالي. لاجل مثلا اشوف لأ هينفع علي ولا مش هينفع علي. لأ ما نفعش علي استنى سنة لاجل اشوف التاني ينفع علي ولا ما ينفعش علي. صح ولا برضو فيه احتمالية عدم تأكيد للموضوع. يعني فيه صغرات ما عملوا لهاش كافرينج. فبدأت تظهر لهم الصغرات فبيبدأوا ان هما يحطوا لها عشان يعملوا لها يقفلوها. او يوصلوا للحل الامثل فيها. اوكي بس انا مش هفضل في وضع اختبار في الفترة دي. طيب اختبار من ناحية ايه? انت قصدك اختبار الخوف من مكونات التطعيم نفسه ولا الخوف من ايه بالزبط? انا اش ضراني مسلا اوكي بقت كويسة بس بعد خمس ست شهور ظهر لي حاجة غريبة جسمي. حضرتك انا عندي ناس بالبيت اخدوه اول ما اخدوه والبنتين حصل لهم نفس الاعراض. طلع لهم سوريا انا اسفة زي الدمامل في البطن وفي الرجل. معنى كده ان جسمهم دخلوا حاجة الجسمي نفسه مش قادري يتأقلم معها. انا مش رح اصيب مثلا ممكن هما اوكي امورهم بقت كويسة وعرفوا يتعالجوا والجسمهم اتخذ على الموضوع. انا يمكن جسم ما ينفعش فيه. يمكن. يمكن يجي لي دي تنفس ووقع. سوريا انا اسفة اطبقى اموت. فانو مش رح احطة حالي في وضع يعني مش كابش فيدأ. بص هي المخاوب دي طبعا اي حاجة جديدة احنا بتظهر كل الناس بتبقى خايفة مها. بس لما اتلاقي الدراسات كلها. لو دخلت بس على مواقع اللي هي العلمية اللي ملهاش علاقة بالشركات. ماش بيزنس ولا حاجة. هي مواقع علمية وبتنازل بيبرز علمية. ومعتمدة. كل المواقع دي خلاص اكدت ان التطعيم آآ سيف. اما بالنسبة للاختبارات اللي الدول كلها عملتها على الاشخاص نفسهم. الاشخاص نفسهم لحد اللي اتعامل عليهم بالتجارب سيف. ما حصل لهمش اي حاجة. اما بالنسبة على المدى البعيد. فالخاف امتى? خاف لو التطعيم اللي طالع ده يعني فيه حاجة مسلا آآ جديدة علينا. يعني مسلا المكون مسلا بتاعه جديد. تكنولوجيا جديدة بيخش مسلا زي ما انت قلت قبل كده بيخش غير حاجة في النواق. الحاجة دي مش موجودة. اللي هم عاملين بها كلها التطعيمات دي كلها اتعامت قبل كده في التطعيمات قبل كده. هم بس اتطورو. اما بالنسبة ان كل الناس تخاف بصراحة من التطعيم. انا قاست على تدخل بس. بس هو غالبا فيه حد تاني رفع ايده مس اه مس سارة. رفع ايده بلا كتير جدا واحنا يعني تقريبا اهملناها. متفضلي مس سارة ناسف. اه لا لا ورئيس عادي. اه الله انا كنت تحبه اشكرك جدا داكتور شايمة. اللي اسمه ان شاء الله very informative. وارجنايز جميلة جدا. هو برضو بتاع frequently asked questions اللي حردت كنتي مرتبة. عجبني جدا بصراحة ومجهود رائع. الله يباريك لك. ربنا يخليك شوفا. السؤال بس بس. بالنسبة ال period of time between the first dose والsecond dose. حردتك قلتي ان هي لازم تكون accurate. بس. بيحصل ان احنا ساعة ممكن نروح علشان ناخد second dose. بس بيبقى الفاكسين نفسه مش موجود. او خلص they ran out of time. او اي emergency بتحصل ليقولك مثلا انت علي كمان عشرة يام. كمان اسبوع. يعني دي حصلت. فده معناه كده ان الفرس دوز او الفاكسين كده كأن الفرض اللي اخده ده لازم يركع ياخده تاني ولا لأ? لا. هو مش لازم الفرد اللي اخد الفرس دوز. وتأخر شوية على ما ياخد لأي ظرف وطارق مش شرط ان هو يو تاني. هي الكفاءة نفسها بتاعت التطعيم هتقل شوية. يعني مسلا انا خدت مفوت فيه اه زي ما قلنا فاصل واحد وعشرين يوم لتمانية وعشرين يوم. ده في السينوفارم. عاملين من واحد لعشرين يوم لتمانية وعشرين يوم. عشان كده حضرتك تلاحظي لو اول ما نزله هنا في الامارات السينوفارم هو اللي كان نازل في معظم الاماكن. فلما كانوا بيأجلوا كانوا بيأجلوا براحتهم لانه عارفين ان فيه مساحة من الوقت يعني حوالي اسبوع ممكن تتأجل فيه. اما الفايزر فهم عاملين واحد وعشرين يوم والاسترازينيكا عاملينه تمانية وعشرين يوم لانه هو اكيرت شوية. فالناس اللي كان بتاخد فايزر كان يعني بيروحوا بياخدوه في ساعة البيت وهم اصلا يعني ده كان في دبي وكان فيه تنظيم طبعا اكتر من كده وكان بيتاخد في المراكز الصحية في دبي وبيكونوا متصلين وحاجزين موعد قبلها. هم نازلين الشخص بيحجز عليه وبياخد موعد. اما بالنسبة لسينوفارم اللي هو كانوا بيشوية بيأجلوه او شوية بيحصل فيه تأخير. ده عشان كان فيه مساحة من الوقت اه في الجرعة التالية اللي هي من واحد وعشرين تمانية وعشرين. يعني فيه اسبوع تقريبا ممكن الواحد ياخد فيه. اشكرك جدا دكتور على المعلومات القيمة دي. يعني معلش لان احنا المحاضرة خادت اكتر من ساعة وشوية تقريبا. خلاص. انا بس لو في حد اي عنده اي سؤال تاني قبل ما قفل محاضرة اه خلاص اوكي مفيش خلاص. عدى عنده اي سؤال تاني اي استفسار تاني. احنا كنا شايفين اشياء بامانة بتاعنا اتغير بعد اللي حضرتك قلته. بامانة يعني لو كان عندي واحد في المية شك ان انا اه ما اخدش التطعيم انا هاخده. بالرغم ان انا من قوال الناس اللي من جرد ما قالوا تطعيم انا روحت على طول لكن بامانة اللي حضرتك عملتين نهاردة جهد رائع رائع رائع. وربنا جزيكي خير على المفاهيم الرائعة ان انت وضحت لنا صورة. وابعدتين بكتير. يعني مجتمع جمان. وفي حق المجتمع كمان لان اتغل التطعيم انت بتتحفز على المجتمع كمان. تمام بسي جدا لعزوية كدكتور. الله يخليك شكرا جزيلا. تشكري جدا. باس من نهاية المحاضرة. شكرا شكرا جزيلا. حدرتك الطريقة كمان اللي دي تسمي بيها المعلومات تطمن يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. شكرا شكرا. وعليكم سلام. شكرا جزيلا. نشكركم على حسن الاستماع والحضور. وشكرا جزيلا يا جماعة. مع السلام.